نروح بقى الكرة القدم ونروح لفريق النادي الأهلي كرة القدم طبعاً اللي هيشارك في مونديال الأندية حدث عالمي آخر بيقترب من تحقيق إنجاز جديد النادي الأهلي من خلال مشاركته طبعاً في بطولة الموسم الحالي الأهلي خد 12 مباراة في مونديال الأندية وهو تاني أكتر فريق خد مباريات في مونديال الأندية في حالة تخطية عقبت الدحيل القطري ومواجهة البايرن كمان بايرن ميونيك طبعاً الألماني في الدور النصف النهائي هيعادل المارد الأحمر رقم أطلاند سيتي نيوزيلاندي في عدد المباريات في البطولة دي هو لعب بطل نيوزيلاند 14 مباراة وطبعاً فرصة النهاردة للأهلي فرصته بتزيد أفتكر وده طبعاً بعد ما انسحب أوكلاند سيتي من هذه النسخة بسبب طبعاً كورونا فيروس بعيداً عن مونديال الأندية والأرقام القياسية الأهلي عنده بكرة مواجهة مهمة جداً أمام المؤولين في الأسبوع التاسع من الدور الأهلي طبعاً بيسعى لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام البنك الأهلي الأيام اللي فاتت ويمكن فيه أحداث كتيرة جداً يعني بخصوص لعبت الأهلي حالة من الجدل الكبير ولكن زي ما احنا عارفين أنه الجهاز الفني للأهلي وبالتحديد الكابتن سيد عبد الحفيد مدير الكورة بيفصل اللعيبة جداً عن الأحداث اللي حس يمكن اللي حوالين الأهلي وده اللي أكد عليه النهاردة موسماني في اجتماعاته مع اللعيبة أنه ضروري جداً التركيز في المباراة اللي جاية وعدم الانشغال بالأمور الإدارية ويمكن النهاردة كان فيه مطالبة لكل اللعيبة بأنه هم يستعيدوا مرة أخرى روح الفنيلة الحمراء أمام المؤولين ويحققوا فوز في مباراة بكرة إن شاء الله رب يتم تحقيق الفوز دوت لنادي إن شاء الله طبعاً إن شاء الله مباراة مهمة بكرة مباراة مهمة جداً جداً أمام فريق أعتقد بدأ يرجع تاني لمستوى بعد فوز طبعاً على الإسماعيل وهي سيف نادي المؤولين تحت قيادة المدرب الكبير عماد النحاس لكن المباراة بالنسبة للنادي الأهلي مباراة مهمة جداً جداً النادي لازم يركز وخلينا نتكلم على النقطة اللي أنت تكلمت عليها سيهم أنه كان فيه بعض اللغة شوية أنت عارفها مشكلة الشناوي والهدف تعايمان أشرف وتعادل مباراة البنك الأهلي كلها دي أجواء أعتقد النادي الأهلي قادر ومجلس الإدارة دايماً وإحنا كلعيبة كنا في النادي الأهلي كنا بنفسر عن الكلام ده خالص يعني ما عندناش مشكلة إدارية يبدأ اللعيبة يتكلم على الإداريات طب الشنوة هيلعب مش هيلعب طب إيه كلام دوت ما أعتقدش موجود في النادي الأهلي واللعيبة عن ده من الخبرات ومجلس الإدارة والجهاز الإداري بقيادة كابتن سعد عبد الحفيز قادر أنه بيفسل اللعيبة عن الجزئية دي يعني ما فيش كل واحد بيشتغل في تخصصات هو ده ميزة النادي الأهلي التخصص مجلس الإدارة بيقوم بدوره كمجلس إدارة مدي كل الصلاحيات الفنية للإدارة الفنية على مستوى الإدارة الكابتن سعد عبد الحفيز وما يعاونه بيقوم بأكبر جهد علشان ينظم الناحية الإدارية أما اللعبين فقال لهم كمان خصوصية أنك أنت ملكش غير التدريب والتركيز في المباريات مش أكتر من كده لكن اللغة حوالين طب الشناوي طب حيلعب طب النواحي الإدارية كل دوت النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي متعودين أنه هم يركزوا تماما تماما في مباراة بكرة مباراة قوية جدا جدا وإن شاء الله يعني زي ما قلت لكم مقاولين حقق أفوز مهم على الإسماعيل في المباراة اللي فاتت وطبعا بيقودهم المدرب الكبير عمادي النحاس وعلشان كده المباراة صعبة لكن زي ما اتكلمنا أن النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي عارفين مدى أهمية هذا اللقاء وبيحاولوا طبعا بقدر الإمكان أنه طبعا التعادلين في أول 8 أسابيع أمام ودي ديجلا وأمام البنك الأهلي إن شاء الله ما يتكررش وتبقى مسيرة انتصارات وده كمان على مستوى الروح المعنوية للنادي الأهلي قبل ما يوصلوا للدوحة لتمثيل مصر وتمثيل أفريقيا في كاس العالم للأندي مظبوط مظبوط أنت دلوقتي بتشيري لنقطة مهمة جدا وفكرة من بعد المباراة الجدالية ما بيننا وما بين البنك الأهلي كان فيها جدال كبير قوي بسبب التحكيم وإحنا تناولناه هنا أكتر من مرة مع أكتر منضيف اللعيبة هنا لازم نقول برضو أنها بتفصل لازم بتفصل يعني بعد الماتش صفحة وتقفلت سواء فوزنا سواء تعادلت فأنت أورادي بتطوي الصفحة دي سريعا جدا علشان بتركز في الأهم الأهم والمهم اللي جاي فده حاجة مهمة جدا جدا آه إحنا نتناقش هنا إحنا نتناول الظلم التحكيمي أي أمور أخرى تخص النادي الأهلي لكن بالنسبة للفريق فريق النادي الأهلي لا خلاص هو بيركز بقى في اللي جاي خلي بالك السرعة اللي قدامنا دي الشناوي مع موسيماني خلاص ده اللي جاي هو كمان بيتكلم يعني خلي بالك برضو الشناوي لازم بيتكلم مع موسيماني بيشرح له ممكن بيشرح له الظروف موسيماني بيقوم بدوره زي ما أنت عارفة بدور النفسي المؤهل للشناوي وكل اللعيبة الشناوي بيتكلم كقائد للفرقة كمان وخلي بالك أكيد الشناوي اتكلم مع الفرقة أنتوا ملكوش دعوة بالكلام ده خالص وكان سبورت جامد جدا لعلي لطفي كمان ده لازم تعرفه زي ما الشناوي حكينا قبل كده أن في أحد المباريات يمكن الشناوي نسل أو عايز يغير الجوانتي بتاعه أول واحد جيري جبل الجوانتي هو علي لطفي دي روح النادي الأهلي اللي بيغيب رغم طبعا تأثير ونهاي الكاس فكرة لما قاعد حبيبي الزكري علي قاعد يزاكر ده دور مهم بيقوم بالشناوي لعبة المنافس الأمور إن شاء الله في النادي الأهلي بتتلمي بسرعة جدا الإصرار موجود عند فرقتنا بإذن الله يحققوا نتيجة جيدة بكرة بإذن الله يا رب أفشا أفشا واحد من اللعيبة المهمين جدا في النادي الأهلي والنهاردة طبعا يمكن أفشا خرج مبارح من ميران الفريق بعد ما تعرض لإصابة خفيفة في رجليه النهاردة بيعود وانتظم في الميران الجماعي علشان يكون جاهز إنه يشارك في مباراة المؤولين بكرة بكرة إن شاء الله طبعا إضافة كبيرة واحد من النجوم اللي تقلقوا في الفترة الأخيرة وجوده مهم في مباراة مهمة جدا أمام المؤولين وزي ما حضراتكم شايفين يمكن ده لقطات من تدريب النادي الأهلي النهاردة اللي قابليها كان في محاضرة فنية للفريق عن طريق الفيديو موسيماني بيقعد مع الفريق قبل التمرين لحضراتكم شايفينه اتكلم أكيد كالعادة عن بعض النقاط والأمور الفنية الخاصة بالتحضير أولا لمباراة المؤولين العرب وكمان اللعبة شافت السلبيات بعض السلبيات اللي كانت موجودة في مباراة البنك الأهلي بيتكلم مع طبعا نقاط الضعف والقوة في فريق المؤولين أكيد اتفرجوا على مباراة المؤولين والإسماعيل بيستعدوا بشكل مباشر وشكل جدي جدا إن شاء الله للمباراة بكرة اشتركوا في القناة